نشرة جوية خاصة بيوم الأحد 28 جنوبي 2024 من القناة الوطنية الأولى مرحبا بكم في متابعة تفاصيلها أبرز مميزة تقص اليوم وترجع في درجات الحرارة وإن كانت في أغلب المناطق من 15 إلى 20 درجة ظهرا خصوصية تقص نشوفها من خلال تسلسل سوى القمر السناعي وإن كانت سحب عبرة أكثر كثفة بشميل وبالمناطق الشرقية اللي لا سحب عبرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة ومع ذبب محلي آخر الليل الريح يتجه من القطاع الشرقي ودرجات الحرارة تنخفض بالمرتفعات الغربية قد نسجل ستة درجات في بقية المناطق من 10 إلى 14 درجة بالنسبة لتقص غدوة ذبب محلي في الصباح ثم سحب عبرة وتكون أحيانا كثيفة الريح كذلك يتجه من القطاع الشرقي البحر يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بشميل وقليل الاضطراب بسويحل الشرقية قراف توقعاتنا لدرجة الحرارة للمدن التونسية قد نسجل في تونس الكبرى 19 درجة 16 في كل منق ليبيا ونابل لتقص مغيم جزئين 18 درجة في بنزرت وطبرقة سحب عبرة 19 في كل منزغوين بيجا وجندوبة تقص قليل لسحب 18 درجة في سلينا والكيف سحب عبرة مغيم جزئين في تيلة في حدود 17 القيروين قد نسجلوا 20 درجة بالنسبة لجهة الساحة لسوسة 19 المنسير 18 المهدية 17 درجة جزر قرقنا وصفيقس كذلك تحافظ على نفس المستويات 17 درجة تقص مغيم جزئين سيدي بوزيد 18 لقصرين 16 سحب قليلة وبالنسبة لمدن الجنوب الغربي قد نسجل في قفصة 19 و20 درجة في كل منتوزر وقبل صحب عبرة بالنسبة لمدن الجنوب الشرقي قد نسجل في قبصة 18 تقص مغيم جزئين جزيرة جربة في حدود 19 مدنين في 20 درجة وتطوين 18 ورمدة 19 درجة بالنسبة للملاحة وصيد البحر النشرة التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للأخوة البحارة وصالحة لمدة 24 ساعة انتلاقا من الساعة 7 مساء بتوقيت المحلي المناطق المعنية بهذه النشرة التحذيرية منطقة سيرات في منطقة سيرات وخليجة تونس رياح تتجاه شرقية البحر يكون مضطرفة محليا شديد الاضطرابة سرعة الرياح تكون مبينة 15 إلى 25 محليا توصل من 20 إلى 30 عقدة وفي خليج الحمامات ومنطقة الشيبة رياح تتجاه جنوبية شرقية البحر يكون قليل الاضطراب فمحليين متموج وسرعة الرياح من 10 إلى 20 تتجاوز 25 عقدة ليلا وفي خليج قيبس رياح جنوبية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة والبحر يكون متموج قرأ في توقعاتنا لدرجة الحرارة لبعض المدن والعواصمة العربية والأوروبية نوياقشط في حدود 31 23 في الدربيدة تقسم غيم جزئين صحب عابرة في الجزير 21 صحب قليلة في ترابلس 17 درجة ودرجة الحرارة منخفضة في الخرطوم في حدود 28 درجة بالقاهرة موقع ننتبه 24 إلى ساعة الفارتة تحافظ على نفس المستويه 18 درجة بالنسبة للبقاء المقدسة المدينة المنورة 23 مكالمكرمة 27 صحب مرتفعة مسقط تقس كثيف الصحب 26 مغيم جزئين في أبوظبي 23 دوحة 23 كويت درجة حرارة منخفضة 18 وبغداد تصل لـ 17 درجة تقصة فيه بالنسبة للشرق الأوسط عودة تقلبيات الجوية أمطار ضعيفة في كل من القدس 12 درجة بيروت 14 وديومشق 10 درجات إسطنبول درجات حرارة منخفضة وأمطار منتظرة في حدود 5 درجات بالنسبة لأوروبا روما 14 مرسيلي 15 13 في لندن 7 في برلين 11 في بروكسيل 9 في أمستردام 5 في فيينا 12 في جونيف وباريز تقس كذلك يكون كثيف الصحب مدريد 15 درجة ولشبونة في حدود 18 درجة تقس كثيف الصحب بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال أيام القليلة القادمة يوم الثلاثة صحب عبر على أغلب المناطق الريح تتجاه من القطاع الجنوب البحر يكون مضطرب بشاميل وقليل الاضطراب ببقية السواحل الحرارة في استقرار بالنسبة ليوم الإربعاء بعض الصحب على كامل البليل تكون أكثر كثيفة قرب سواحل الريح من القطاع الجنوب البحر قليل الاضطراب والحرارة عموما دون تغيير أوقات الشروق والغروب شروق إن شاء الله يكون في تمام الساعة السابعة صباحا واربع وعشرين دقيقة والغروب الخامسة مساء وواحدة واربعين دقيقة لمزيد المعلومات طرق التواصل والاتصال بالمعهد الوطني الرز الجوي على صفحة الويب تدفع لو تتواصل معهم على صفحة الفيسبوك والموزع الصوتي أوقات سليت لمدينة تونس وما جورها سليت الصبح إن شاء الله تكون في تمام الساعة الخامسة صباحا واربع وخمسين دقيقة سليت الظهر منتصف النهار 39 دقيقة سليت العصر في تمام الساعة ثلاثة مساء واربعين دقيقة سليت المغروب في تمام الساعة الخامسة مساء واربعين دقيقة وسليت العشرين في تمام الساعة السابعة مساء وحدة شنة دقيقة نهاية النشرة شكرا على حسن الانتباه إلى اللقاء نسكول شكرا على المشاهدة